موسيقى أنتم على قناة الأولى مباشرة أهلا بكم إلى نشرة الظاهيرة وتتابعون في أبرز عنوينها رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى صاحب السبوة الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمها إلى سموه رئيس الحكومة عزيز أخنوش وذلك أعلى هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض الحملة الوطنية للتلقيح متواصلة من أجل الوصول إلى الحماية الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية وروبورتاج النشرة من فاس قلية العلوم السملالية بمراقش تنظم فعاليات الدورة السابعة لأسبوع إدماج الطلبة تظاهرة تهدف إلى مد الجسور بين الطلبة الجدد والقدامة والتعريف بالبرنامج السنوي البداغوجي ومختلف الأنشطة الموازية رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى صاحب السموة الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودين برئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمها إلى سموه رئيس الحكومة عزيز أخنوش وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انعقدت في العاصمة الرياض ونقل رئيس الحكومة تحيات جلالة الملك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ولولي العهد فيما حمله ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين وتحيات سموه لجلالة الملك وجرى خلال لقاء استعراض مبادرة المملكة النوعية للمحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي ودائما بالعاصمة السعودية الرياض وبتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش جلالة الملك في أشغال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انطلقت أمس بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية قمة هدفها دعم جهود المجتمع الدولي في حماية البيئة والمناخ من الرياض مرسلة حفظ الهواري وعبد العلي عياد في الجلسة الافتتاحية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تم تقديم الخطوط العريضة ورؤية المملكة العربية السعودية لدور التمويل الأخضر في تمكين التحول للمجتمعات الخضراء من خلال كلمة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود وبعده تناول الكلمة رؤساء الدول والحكومات لطرح موضوعات عديدة ومتنوعة مثل رسم مستقبل المشترك وتحديد السياسات الخضراء للأصول البيئية المشتركة وطرح الفرص المتاحة وما تستطيع الحكومات تقديمه لتمكين الاستدامة المالية وكيف يمكن التعاون والمساهمة بالأفكار في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26 أن هناك فجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة نستطيع عبر تنسيق الجهود الإقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات أن نحقق إنجازات متسارعة في مبادراتنا ولتمكين ذلك تعلن المملكة أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري الكربون وتأسيس مركز أقليم للتغير المناخي وإنشاء مجتمع أقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه كلمة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش نوهت بالهدف الطموح للمملكة العربية السعودية لتخفيف الانبعاثات الكربونية وقد أكد رئيس الحكومة أنه تطبيقا لإرادة سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله فقد اعتمد المغرب مقاربة متعددة الأبعاد مقاربة تهدف الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر حيث قام المغرب بإعداد برامج ومشاريع مثل مخطط المغرب الأخضر والمشاريع المائية ومشاريع غرس الأشجار وغيرها من المشاريع قام المغرب بإعداد المخطط الوطني للمناخ 2020 و2030 والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفضين بالكربون وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار وغفع مستوى الوعي لتحديات مكافحة التغيير المناخي ويتم الحديث في هذه القمة عن تخصيص خمسين تريليون دولار لمشاريع التحول البيئي وما يجب على الحكومات وعلى القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية فعله لضمان تحول هذه المشاريع إلى واقع كما قامت المملكة بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا للحد من انبيعات الغازات الدفئة والتي تهدف إلى خفض هذه الانبيعات بنسبة 75.5% في أفق سنة 2030 ويتفق الجميع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ضرورة عكس مسار التغيير المناخي خصوصا وأن تداعيات ارتفاع درجات الحرارة تؤثر بالفعل على جودة الحياة والفرص في المنطقة إن التمويل يبقى عملا حاسما في بناء اقتصاد أخضر مستداد ومزدهر وذلك في ظل تطبيق مبدأ أساسي يتعلق بالمسؤولية المشتركة والمتباينة وفي هذا الصدد فإن بلوغ هدف تعبئة 100 مليار دولار في السنة لمكافحة تغيير المناخ اعتبارا من سنة 2020 لا يزال بعيد الملال مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر وضعت برنامجا لزراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهرة عن طريق التشجير مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في العالم بنسبة 2.5% والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج النفط والغاز في المنطقة بأكثر من 60% قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي خطوة رائدة في المجال البيئي في منطقة الشرق الأوسط حددت أهدافها وحددت وسائل عملها لبلوغ هذه الأهداف هذه القمة هي أيضا مبادرة لتكثيف التعاون والمساهمة بالأفكار التي ستطرح في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26 حفيظ الهواري وعبد العالي عياد الأولى من العاصمة السعودية الرياضة وعلى هامش هذه القمة أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لقاءا مع رئيسة الحكومة التونسية سيدة نجلاء بودن الطرفان تحدثا عن العلاقات الثنائية بين البلدين وهي علاقات ذات أبعاد متعددة اقتصادية سياسية واجتماعية كما تحدث الطرفان عن سبول تطوير هذه العلاقات خاصة في الجانب البيئي الذي خط فيه المغرب خطوات كبيرة من خلال برامج ومشاريع بيئية الطرفان أكد على أهمية المبادرة الجماعية لحل إشكاليات البيئة والمبادرات الثنائية تساهم بدورها بشكل إيجابي في المبادرات الجماعية يشارك المغرب اليوم في كيغالي في الاجتماع الوزري التحضيري الثاني لقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي على مستوى رؤساء الدول المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل في بروكسل ويمثل المملكة في هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريثا وستركز المناقشات على تحديد الأولويات والتحديات المشتركة وأهم فرص أجندة الأعمال التي سيتم الاتفاق عليها في القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي في جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بغرفته تم أمس تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية الفين واثنين وعشرين مشروع يرتكز على أربعة محاور أساسية ويتوخى حسب الوزارة الوصية تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة إلى سياسات تؤثرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة تقرير رشيد إيكين خلال جلسة تقديم مشروع قانون المالية لسنة الفين واثنين وعشرين أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع يأتي في سياق بروز بوادر انتعاش حذر للاقتصاد العالمي خاصة في دل استمرار تبعات أزمة كوفيد تسعة عشر وأضفت أن هذه الميزانية تواكب التوجيهات الملكية الداعي إلى تحقيق أولويات استراتيجية وتنزيلها على أرض الواقع تم تحديد الأولويات التالية لمشروع قانون المالية لسنة الفين واثنين وعشرين أولا توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني ثانيا تعزيز آلية الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية ثالثا تقوية الرأس المال البشري ورابعا إصلاح القطاع العام وتعزيز آلية الحكامة المشروع جاء بمرتكزات أساسية على رأسها مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل ثم تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت أن الحكومة حارست على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ توجيهات الملكية السامية وللبرنامج الحكومي الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء سيد ردوان زهرو أستاذ جامعي أهلا بك سيدي إذن وزيرة الاقتصاد والمالية أبرزت خلال تقديمها للخطوط العريدة لمشروع قانون المالية بالبرلمان أن عزم الحكومة على جعل مشروع ميزانية سنة 2022 منطلقا لتنزيل برنامجها وترجمت كل الأوراش إلى سياسات منسجمة بأهداف واضحة ورؤية شمولية للأولويات التنموية لبلادنا هل المشروع يتضمن العناصر اللازمة لذلك؟ نعم بالفعل أولا شكرا على الاستضافة بصروع قانون المالية للسنة المقبلة 2022 كما يعلم الجميع جاء في ظل ضرفية وطنية وكذلك ضرفية دولية خاصة جدا أولا لا بد من التذكير بأنه خلال 22 سنة الأخيرة عرف المغرب عدد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كذلك تحت قيادة جلالة الملك ثم نعلم جميعا على أنه نفس الضرفية التي يعيشها المغرب اليوم يعيشها معظم دول العالم الجائحة واستمرار الجائحة وإن كانت الجائحة هي صحية بامتياز لكن تداعياتها لا شك أنها أبعد من ذلك هي تداعية اقتصادية واجتماعية كذلك إذن أعتقد على أنه المشروع الذي قدم بالأمس أمام غرفتي البرلمان جاء في ظل هذه الضرفية الوطنية ثم أيضا جاء في ظل ضرفية دولية اليوم نسجل نوع من التعافي في الاقتصاد العالمي وخاصة في الشريك التقليدي للمغرب الذي هو الاتحاد الأوروبي نتيجة لتسريع بحملة التلقيح ثم كذلك بالخطط لإنعاش الاقتصاد التي أولا نهجها الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة ثم أيضا الخطط التي اتبعتها عدد من دول داخل الاتحاد الأوروبي ثم أيضا دعم دول عديدة في الاتحاد الأوروبي للمقاولات والأنشطة المتضررة بمعنى أن هذا سيكون له انعكاس إيجابي على الطلب الخارجي للمنتوج المغربي فعلا هذا المشروع ينطلق من عدد من المرجعيات أولا الخطاب الملكية توجيهات الملكية خاصة الأخيرة الدائية والمطالبة بتكريس السيادة الوطنية حيث دعا جلت الملك إلى خلق منظومة متكاملة لتوفير المواد الأساسية والاستراتيجية حقيقا للأمن الصحي نعم وأيضا الأمن الغدائي والأمن الطاقي إذن الخطاب والتوجيهات الملكية من المراجع الأساسية ثم أيضا لننسى مرامين النموذج التنموي الجديد ثم أيضا البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس عزيز أخلوش طيب التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية تنبني على أربعة مرتكزات من بينها تقوية الاقتصاد الوطني ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية إلى أي حد يستجيب هذا المشروع إلى متطلبات المرحلة الراهلة؟ نعم هو يستجيب إلى حد بعيد أولا ذكر في مشروع المقدم بالأمس على أنه سيكون هناك استمرار للعمل بخطة إنعاش التي دعا إليها وأمر بها جلالة الملك ثم أيضا سينهل من دون شك من تقرير العام حول النموذج التنموي الجديد ثم أيضا المتاق الوطني من أجل التنمية كواتيقة أساسية ومركزية تؤثر مختلف التدخلات إن كان تدخل الدولة أو المقاولة أو المجتمع المدني أو الجماعات الترابية أو القطاع الخاص بمعنى كل المتدخلين ملزمين بالسيري على نهجي الخطب الملكية على نهجي مضامي النموذج التنموي وعلى أيضا البرنامج الحكومي المصدر بفعل هناك أولويات أساسية أولا توطيد أسوس إنعاش اقتصادي إنعاش اقتصادي بمعنى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار يعني الاستمرار في العمال بالخطة دي الإنعاش الاقتصاد إلى جانب عداد من الإجراءات التي تسير في اتجاه خلق مناصب شغل بمعنى المشروع ذكر حوالي 250 ألف منصب شغل خلال سنتين هذه المناصب الشغل ستخلق نتيجة لفتح أوراش عامة جديدة كبرى وصغرى كذلك ثم لا ننسى الدعوة من خلال البرنامج الحكومي وأيضا تمت في إطار السؤال المالي الحالي إعطاء نفس جديد إعطاء دينامية جديدة للبرنامج دعم المبادرات الفردية ودعم المقاولين الذاتيين ودعم المقاولات المتناهية الصغر وذلك من خلال واحد البرنامج الجديد وهو البرنامج الفرصة الذي من دون شك سيتم من خلاله خلال السنة واحدة وهي 2022 دعم حوالي 50 مشروع صغير السيد أردوان زهر أستاذ جامعي شكرا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء في معطيات الرسد الوبائي لكوفيد-19 أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى حدود يوم أمس أن مليون وسبعة وثلاثين ألف ومائتين وتسعة وعشرين شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح بينما وصل عدد الملاقحين بالجرعة الثانية إلى واحد وعشرين مليون وخمسمائة وستة وعشرين ألف وثمانمائة وستة وتسعين شخصا فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ثلاثة وعشرين مليون وسبعمائة وستة وعشرين ألف وخمسمائة واربعة عشر شخصا من جهة أخرى تم تسجيل مائة وحالة واحدة إصابة جديدة بكوفيد-19 وخمسمائة وثلاثة وعشرين حالة شفاء وتسعي وفيات وبخصوص الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 فهي متواصلة من أجل توسيع قاعدة المناعة الجماعية التي سطرها المغرب من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية وفي هذا الصدد فتحت مراكز التلقيح أبوابها في وجه فئات واسعة لتلقي جرعات التطعيم من القاعة المغطاة بن زاكور بفاس روبرتاج عمد أمسمير ومصطفى الزاهري إنسيابية داخل القاعة وتنظيم محكم أثناء تلقي المواطنين للقاح ضد كوفيد-19 هذا هو الحال في القاعة المغطاة بن زاكور بفاس منهم من قدم لتلقي الجرعة الثالثة بعد توصلهم برسالة نصية على هواتفهم النقالة ومنهم من قدم ليتلقى الجرعة الأولى من التطعيم ضد كوفيد-19 ضربت اللولة وضربت الثانية وهذه الثالثة رهام زيانة اللي ما ضربهاش يجي ضربها ما فيه حتى شي حاجة ما فيه حتى شي ما ضرب لكن نشيدو بهذا التنظيم اللي كاين وبهذا يعني الإقبال اللي كاين تم المطرف المواطنين أنا دوزت الجرعة الثانية في لوماتروة والحام أنا بلدى ستشهور على الدكة الجرعة الثانية جيت باش ندير الجرعة الثالثة جينا باش ندير الجرعة الثالثة بعد ما درنا الجرعة الأولى والثانية في ستشهور وسمعنا أن الجرعة الثالثة هي تكميل الجرعة الأولى والثانية باش نحميه رسنا ونحميه المجامعة دينا ونحميه البلادنا ونحميه ولدتنا ونحميه الجميع أنا جيت اليوم باش ندير تلقاح الجرعة الأولى بس نحمي عائلتي ونحمي بلادي بس نكمل ونزيد القدام توافد كبير للمواطنين على هذا المركز منذ الساعات الأولى من الصباح لحجز مكانهم ضمن المطعامين بالجرعة الثالثة في التزام تام بالإجراءات الاحترازية هذا الإقبارات للمختلف الجرعات تعكس الواعي للمواطنين المتزايد من أجل بلوغ الهدف المنشود وهو توسيع قاعدة المستفيدين وقاعدة الناس اللي سيحقلنا المناعة الجماعية الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كوفيد-19 متاحة بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية إقبال متزايد على مراكز التلقيح للمساهمة في المجهود الوطني للحد من انتشار هذا الفيروس ببلادنا وتحقيق المناعة الجماعية من فاس نربط الاتصال المباشر بسيدة زكية مرسو رئيسة شبكة المؤسسات الصحية بفاس أهلا بك سيدتي إذن في البداية في حالة الرزد الوبائي أعلن وزارة الصحة أنه تم تجاوز عتبت المليون شخص تلقى والجرعة الثالثة ما هي أهمية هذه الحقنة المعززة من الناحية المناعية جاءت الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة الفردية والجماعية للمواطنين وذلك طبقا لمقتضايات اللجنة العلمية والتقنية المعتمدة بالمغرب طيب سيدة مرسو ما هي أهمية تسريع وطيرة التلقيح في ظل المؤشرات الوبائية الحالية تسريع وطيرة التلقيح يبقى لها دور مهم في البلوغ سريعا إلى المناعة الجماعية وكذلك الاستعداد لمواجهة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا والعودة سريعا إن شاء الله إلى الحياة الطبيعية طيب سؤال أخير سيدة مرسو يعني الملقحون بالجرعة الأولى بإمكانهم أخذ جواز التلقيح المؤقت في نظركم ما هي أهمية هذا الإجراء في تنزيل المقاربة الاحترازية الجديدة نعم يبقى هذا الجواز الملقح الذي يكون تحميله من موقع لقاح كورونا بوان ام اا وسيلة للجوء إلى المرافق العمومية للمواطن إلى حين الحصول على الجواز النهائي للتلقيح وننص كذلك على ضرورة احترام التدابير الاحترازية تبقى هذه المنشدة للمواطنين السيدة زكية مرسو رئيسة شبكة المؤسسات الصحية بفاس شكرا لك على كل هذه التوضيحات إذن وعي كبير يسجله المواطنون عبر التعاطي بإيجابية مع التلقيح داد كوفيد-19 من أجل مساهمة كل فرد من موقعه في الوصول للمناعة الجماعية وحماية النفس والغير من خطورة الفيروس قناعة تتجسد داخل مساحة الهلال الأحمر المغربي بيتتوان التي تنظم عملية استقبال المرضى ومرافقهم بشكل يساهم في حماية هؤلاء والعمل على رفع الوعي بأهمية الانخراط في الحمل الوطني للتلقيح داد كوفيد-19 وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع رب بورتاج في النشاكر العلوي وعبد العلي القنوني ووفاء الدكالي داخل مساحة الهلال الأحمر المغربي بيتتوان إجراءات تواكب استقبال المرضى وذويهم خلال هذه الفترة حرصا على سلامتهم وضمان تنفيذ مختلف الإجراءات الاحترازية الرامية إلى منع تفشي الوباء إجراءات تستهدف المقبلين على تلقي العلاجات المختلفة لتحسيسهم بأهمية الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 لتفادي مصير مؤلم داخل أقسام الإنعاش وحماية النفس والغير عبر الوصول للمناعة الجماعية هنا كنت تستقبلوا المرضى يدخلوا العلاج ديالهم والناس اللي كيجوا مرافقين عندنا واحد المحل قدام المسحة كيفاش كنشوفوه هنا كيقلسوا فيه المرافقين حتى كيخرج المرض وكييرافقوه ويمشيوا والحاجة اللي مهم ما كنحسوهم باش يمشيوا يديروا التلقيح ديالهم كافة المواطنين التلقيح كيف من اللي نخارطو فيه الناس ده باش فينا نتا يجديروا الإيجابية بدأوا حالات بدأوا كيقلوا بزاف ما بقاش تلك الحالات الخاطرة اللي كانوا كيقبل ولهذا كنوصي جميع الناس باش ينخرطوا معنا في هذه المسألة لأنهم كي نقصوا علينا من الحالات اللي كانت تكون كثيرة وكيخليونا أننا نخدوا يعني نتكلفوا بالحالات الأخرى اللي من غير كوفيد وعي كبير يسجل في صفوف المواطنين والمواطنات بتتوان بأهمية الامتثال للإجراءات الاحترازية التي فرضها الوباء والانخراط الإيجابي في عملية التلقيح لأجل ضمان الأمن الصحي داخل المجتمع وعي يتجسد في الحرس على تلقي جميع أفراد الأسرة لللقاح لأجل تيسير العودة للحياة الطبيعية ببلادنا حماية المقربين والنفس من الوباء تقود لحماية المجتمع ككل بخطوة تنطلق من التلقيح الذي يعد السبيل الوحيد للوقاية من خطورة الفيروس التاجي وفتكه والجميع مدعو للانخراط في مصاري تحقيق المنعة الجماعية وحماية المجتمع وينضم إلينا اللحظة من تتوان سيد محمد السعلي مدير مركز سمو الأميرة للمليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحب تتوان التابع للهلال الأحمر المغربي أهلا بك مرة أخرى سيدي إذن في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء وحث المواطنين على الانخراط الإيجابي للوقاية من كوفيد-19 هل لك أن تقربنا أكثر من المجهودات المبدولة داخل المصحة وأنتم تستقبلون العديد من المرضى ومرافقهم بشكل يومي لحماية هؤلاء من الوباء وكذلك حماية العاملين والحفاظ على خلو المصحة من انتشار الفيروس نعم سيدتي الهلال الأحمر المغربي وشبكة المصحات التي تمت وجدها في كل ربع المملكة انحارطت من الشجر المغرب أول حالة كوفيد-19 في مارس 2020 ومن موقعنا كنا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة في الوقت الذي كان الحجر الصحي وفي الذي كان الوضع الوبائي كان لا يبشر بالخير انتلاقا من هذا التواجد دينا وصلت الأربعات للمرتكزات الأساسية التي جعلت بلادنا تنجح في العملية وتكون رائدة على مستوى التجارب الدولية المرتكز الأول هو أن الدولة وجدت الجميع الأدوية الضرورية لمواجهة كوفيد في المرحلة الأولى والنهار اللي ارتحنا هو النهار اللي سمعنا بأن المغرب اقتنى التلقيح وبدأوا المواطنين والمواطنات كي ينخرطوا في هذه العملية هذا المرتكز الأول المرتكز الثاني وهو مرتبط بالإعلام وأنا أظن أن الإعلام لعب واحد دور كبير على المستوى التوعية دي المواطنين والمواطنات وهو واكب جميع المراحل باش يقدروا يوصلوا لخبر ويوصلوا المعلومة المواطنين باش ينخرطوا يعني بقوة وبتطوعية وبإرادية المرتكز الثالث وهو مرتبط بالنخيرات دي السلطات العمومية والأطر دي الصحة من أطباء وممرضين اللي نخرطوا في العملية لا على المستوى المواجهة الجائحة ولا على مستوى ديال التطعيم ديال المواطنين والمواطنات والمرتكز الآخر وهو الوعد المواطنات من اللي نسمع الآن في الروبرتاج من فاس أن ما يفوق 23 مليون يعني عملوا الجرعة الأولى و21 مليون عملوا الجرعة الثانية لا يمكن أن أكون إلا متفائلاً وهذا هو الهدف من هذا الروبرتاج اليوم من مدينة تيتوان أننا قطعنا مراحل مهمة واستطعنا نتغلبوا عن الوباء والآن بالفضل ديال التلقيح وبالفضل ديال الطعيم وبالفضل ديال المجهود الجميع من إعلام ومواطنين وسلطات كين كنا باكين نوحل مرحلة قصيرة دا با بحال في داك السرعة ديال المية متر ما زلنا حطوات كليلة خصنا أن نوعيه ونوعيه ونوعيه بالضرورة ديال الناس اللي ما زال عاد ما تقعوش لسبب أو لسبب آخر أنه يمشي ويديروا التلقيح ديالهم ومن غا نوصلوا داك المناعة الجماعية إن شاء الله يتحلوا المقاهي والمطاعم والحمامات ودور السينما ورجعوا للحياة العادية دا بأي واحد كي تعطل ميمشيش يعمل التلقيح إلا كيعطل الدورة الاقتصادية وكيعطل وكيخلق مشاكل اجتماعية لنفسه والعائلته والبلده سيد محمد السوعلي مدير مركز سمو والأميرة للمليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحبة إطوان التابع للهلال الأحمر المغربي شكرا لك على كل هذه المعطيات عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عن تشجيعه على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني وأفاد المجلس أنه سيعمل بخصوص قرار إجبارية التوفر على جواز التلقيح على فتح نقاش حول هذا الجواز وصبول استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكرهات المرتبطة بتدفير هذه المرحلة سنة ونصف تمر على ظهور فيروس كورونا المستجد ولا تزال الجائحة تثير مخاوف المنتظم الدولي وسط تنددات بسوء تدبيرها عالميا التفاصيل مع خالد الأحمد العالم لم يقم بتحركات كثيرة ولم يتعلم من أخطائه فيما يتعلق بتدبير جائحة كورونا يعلن مجلس مراقبة التأهب العالمي الهيئة المستقلة التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي تقرير الهيئة خلص إلى أن الوباء كشف عن عالم غير متساوي وغير مسؤول وذلك في إشارة إلى التفاوت الصارخ بين الدول الغنية والفقيرة فيما يخص معدلات التلقيح فاستنادا إلى مديرة منظمة التجارة العالمية فإنه من أصل 6 ملايير جرعة لقاح تمت الاستفادة منها في العالم 1.4% منها فقط كانت لصالح دول فقيرة فبعد مرور سنة ونصف على ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين لا يزال الوباء يثقل كاهل دول العالم والتخوف مستمر من ظهور موجات جديدة مع ظهور سلالات جديدة الصين تفرد اليوم إغلاقا لمدينة لانتشو عاصمة مقاطعة قنسو شمال غرب البلاد التي يقتن بها 4 ملايين نسمة هذه القيود تعقب تسجيل 29 إصابة محلية جديدة 6 منها في لانتشو و3 في العاصمة بيكين حيث تقرر الحد من زيارة المواقع السياحية وأعطيت أوامر للسكان بعدم مغادرة العاصمة إلا للضرورة في نشرة انذارية من مستوى يقظى بورتقالي تفيد المديرية العامة للأرصد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعضية محليا قوية اليوم وغدا الأربعاء عددا من عمالات وأقاليم المملكة ستتراوح مقاييسها ما بين 20 إلى 40 مليمتر وستهم أقاليم الحوز أزلال بن ملال الرشيدية في جيغ إفران ميدلت واتنغير وستكون هذه الزخات المطرية مصحوبة محليا بتساقط البرد أو بهبات البرد إلى مراكش حيث انطلقت بكلية العلوم السملالية فعالية الدور السابع لأسبوع إدماج الطلبة تظاهرة تهدف إلى مد الجسور بين الطلب الجدد والقدامى والتعريف بالبرنامج السنوي البدغوجي ومختلف الأنشطة الموازية التي تساعد الطلبة على إبراز مهاراتهم في مجالات متعددة أمين علام المعتصم بالله البعزاوي ووفاء الدكالي أسبوع إدماج الطلبة تقليد رسخته جامعة القاضي عياد وكلية العلوم السملالية بمراكش خصوصا يراهن على تعبئة كل مكونات الجامعة لاستقبال الطلب الجدد وخلق فضاء للتواصل وتعارف بين هؤلاء والطلب القدمى تظاهرة بدغوجية وثقافية تضمن الانتقال السلس من التعليم الثانوي لرحاب الجامعة والتعريف بنظام التدريس والهندسة البيداغوجية المعتمدة بهذه الكلية جاءنا الفرصة أننا نجيرو جورنة إنتقراتي للنوهوز إن شاء الله جورنة التي أنا استفت منها أخصائل والتي عاونتني تعرف على سيستم جالا فاق سيما نجيرو جورنة إنتقراتي لنطلب الجدد على مدى أسبوع يقدم هذا الفضاء أصورة عن مجمل الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية التي تؤثرها العديد من الأندية على طول السنة أنشطة تراهن على تحفيز المهارات لدى الطلب والطالبات والتخفيف من الضغوطات التي تواكب الدراسة الحصولية للسنة هي أنه كتبان بين العنوان التي أعطنانا هذا الأسبوع لأنه خلال السنوات الفارطة الست دوارات اللي فات كانت أسبوع الاندماج للطالب الجديد هذا العام عندنا الأسبوع للاندماج للطالب الجديد وكذلك عندنا الأسبوع للالتقاء بالطلبة القدامة لقريبا عام ونص سنتين اللي كنا معهم في التعليم عن بعد التعليم المختلط ما بين البعد والقريب في العامل فات هذا العام الحمد لله النجاح دي العملية ستلقيح اللي تمات في المغرب وإعطاء الفرصة للطلبة بشكل مستمر في كل اللي أعطنا هذا الفرصة أننا نحتفل بعض العودة الكاملة للطلبة لأنه افتقدناه كثيرا موسم جامعي يتوخى إنجاح نظام التعليم الحضوري من خلال الالتزام المستمر بالتدابير الصحية والوقائية ضد بيروس كوفيد-19 إلى جانب اعتماد نظام البكالوريوس الذي يفتح أفاقا واعدة أمام الطلبة من خلال الانفتاح على اللغات الأجنبية ونبقى دائما في مراكش لينضم إلينا سيد الحسن المودن عميد كلية العلوم السملالية بجامعة القاضعيات بمراكش دائما إذن مرحبا بك أستاذ إذن للسنة السابعة سلم الدن تنظم كلية أو تنظم كلية العلوم السملالية أسبوع إدماج الطلبة ما جديد هذه الدورة خاصة أن الدخول الجامعي هذه السنة يراهن على التعليم الحضوري شكرا لكم ومرحبا بكم ومرحبا جميع المشاهدين شكرا للتغطية التي تعطينا الفرصة لالتقاء بأعدد كبير من الطلبة والأولياء لشرح مضامين الدورة اندماج الطالب في كلية العلوم السملالية فعلا هذه السنة تعتبر السنة السابعة من أجل اندماج الطلبة الجدد خصوصية هذه السنة أنها تتم في تدابير احترازية ضد كوفيد من أجل محاولة عدم الماساس بصحة الطلبة والأستداد والإداريين وكذلك خاصة لأنها تتم من أجل التدابير التي تمت فعلا هي أن هناك برامج لتتم حضوريا وهناك كذلك برامج التي تمت عبر الرقمي عبر المنصة منصة الجامعة وذلك لتفادي كثرة الطلبة في اثناء البرامج كذلك هذه السنة تتميز بأننا نوجد توجد لدى الكلية مصحة من أجل التلقيح التي بدورها يتم توعية الطلبة بضرورة التلقيح وقد وصلنا إلى نسبة جد مهمة في فكرة العلم السمنالية من ناحية تتلقيح ذلك الطلبة وكذلك الأستداد والإداريين هذه السنة كذلك تتميز بالتعريف بالنظام الجديد وهنا هو نظام الباكالوربيوس الذي انطلق وتم تنزيله فكرة العلم السمنالية عبر خمسة مسالك التي تم اعتمادها وقد تم شرح جميع الخصوصيات هذا النظام الجديد للطلبة من أجل اختياره والتماشي مع النظام الجديد للطلبة طيب سلم الدن إلى جانب مد الجسور بين الطلبة والتعريف بالمسالك العلمية يعني تفتح الكلية الباب يعني الباب واسعا أمام إبداع الطلبة في ميادين مختلفة ما هي في نظركم آثار هذه الأنشطة على المسار الدراسي للطلبة وشخصيتهم فعلا كلية العلم السمنالية هذه السنة كما تم القول أنها تعتمد على اندماج الطلبة الجديد ولكن كذلك هذه السنة تم الاحتفال بعودة الطلبة القدامة إلى مدرجات الكلية بعد غياب داما أكثر من سنة ونصف وهذه الدورة يتم فيها شيئا مهما وهو كما قلت التعريف بالمسالك القديمة والجديدة المطروحة لدى الكلية بجميع المستويات في الليسانس والدكتوراه والمسطر وكذلك يتم التعريف الطلبة بالأنشطة التي تتم في الكلية وهي أنشطة رياضية تقافية فنية نروم من خلال هذه العملية انخيرات الطلبة في هذه الفرق الجامعية من أجل تكوينهم متكامل يعتمد على الرفع وتعزيز قدراتهم وكفاءتهم الشخصية والداتية السيد الحسن المودن عميد كلية العلوم السمنالية بجامعة القاضي عياد بمراكش نشكرك على كل هذه الإضاءات إلى التذكير بالعنوين رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى صاحب السموة الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمها إلى سموه رئيس الحكومة عزيز أخنوش وذلك علىها مشكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض الحملة الوطنية للتلقيح متواصلة من أجل الوصول إلى الحماية الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية ورپورتاج النشرة كان من مدينة فاس كلية العلوم السملالية بمراكش تنظم فعالية الدورة السابعة لأسبوع إدماج الطلبة تظاهرة تهدف إلى مد الجسور بين الطلبة الجدد والقدامة والتعريف بالبرنامج السنوي البدغوجي ومختلف الأنشطة الموازية شكرا لكم على المتابعة وطابة أوقاتكم بكل خير اشتركوا في القناة